بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتعرف على باقي الفيتشرز اللي موجودة عندنا فعايزين الآن نتعرف على السلوت اللي هو موجود وفضل لنا الكيرف تعال نشوف السلوت هنتعرف عليها ازاي نروح على فيتشرز وبعدين فروم ديمينشن هنختار سلوت وبعدين نختار التالي هنحدد بالأرو بيك سورفس هنختار السورفس اللي احنا عايزينه فادي السورفس هو ده يبقى ادي اوكي نختار السورفس المقابل لي النحية التانية عشان نكمل التعرف على السلوت بالكامل اوكي يبقى كده اتعرفنا على المتقابلين عشان يحدد لي الشكل هنا حدد لي السلوت يبقى هو انا كده ده هو السلوت المطلوب التعرف عليه يقولي السلوت 120 length ويبقى الوث 20 ويبقى الديبث بي 15 اوكي وبعدين بقوله كده يبقى هو كده ايه اتعرف على السلوت الباقي لنا الآن ان احنا نتعرف على الكيرف اللي هو الأخير فعشان نتعرف على الكيرف الأخير هنروح على نجيب التوب من البرينسبال فيوز هنجيب التوب وهاختار الجزء اللي في الكيرف بعد اختيار لهذا الجزء هروح اجيب ايزومترك وبعدين هعمله شيد وهاجي هضغط ركز ما يفل حتى دي هضغط على شيفت كي وهاجي على الهول اضغط على الهول عشان اعمل remove للهول من هذا الجزء I'm not going to recognize the whole feature now انا عايز اتعرف على الكيرف اللي هو ايه باللون الأحمر اللي موجود قدام طيب نروح معا على الفيتشر نروح على feature ونختار sides ده بتعمل بالsides ونقوله التالي وبعدين نقول select sides هنقوله التالي التالي هيطلع الشكل اللي هو موجود امامنا لاحظ ان الشكل موجود امامنا هو فعلا هو ده side اللي احنا مطلوب ان احنا نعمله عملية التشغيل في الارو اللي موجود بالأزرق الارو اللي موجود بالأزرق اللي تشوت بين هو يعني outside the part اتجاه للoutside the part طب لو ما كانش outside وكان inside عندي الجزء ده بيقولك switch machine side شوف machine side هتمش ازاي نحن هزيل machine side للoutside وليس للinside فلو هو كان للinside كنت تضغط على الارو ده وتعرف تجيب ها للoutside كده هنقوله التالي خلاص وهنقوله finish او السابقة هو كان الارو موجود وهنقوله finish عشان تشوف بس الارو finish ما عندناش اي شيء اخر نعمله غير ان احنا نختار tool path وناخد 3d simulation ونرى ما هي الاجزاء اللي هيتم تشغل ادي three holes bucket slot تخلص ويبدأ يعمل في الكيرف الخارجي دلوقتي هشغال في rough pass اول ما ينتهي من rough pass هيتم على finish خلاص خلص finish بكده نكون اتعرفنا بطريقة اخرى على احنا طبعا الاول اتعرفنا بالautomatic feature cognition المرة التانية معرفنا عن طريق features manually step by step طلعنا وانتجنا هذا الجزء نفس الجزء المنتج من automatic feature recognition هي نفس الاخرجات ما فياش اي خطأ ادي three holes through holes bucket ودي عندي curve و slot بكده نكون وصلنا لنهاية هذا الجزء شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة